طيب بالنسبة للتعامل مع العمليات الرياضية أو مع الحسابات في البرمجة كيف ممكن نتعامل معها؟ أخذنا العمليات البسيطة في عندي عملية الجمع بمثلها بالزائد عملية الطرح بمثلها بالناقص عملية الضرب ما بثم بمثلها بالضرب العادي اللي في الرياضة بمثلها بالضرب هذا عملية القسمة بمثلها بهذه في عندي عملية بنسميها باقي القسمة أو المد بنسميها تمثل بإشارة في المية هذه العمليات اللي أنت بتتعامل معها في البرمجة لو أنا بدي أجي أعمل معادلة بسيطة بحكي له مثلا انتجر مثلا result بيساوي مثلا عشرة زائد عشرين ضرب تلاتين مثلا زائد ستين باقي قسمة خمسة مثلا هذه العملية هي عبارة عن عملية رياضية مثلتها بإشارات رياضية ما بنفع أجي أحكي له بزي الرياضيات مثلا قوة زي هيك هادي ضرب هادي بالشكل هذا ما بنفع أقول له هادي عشرين ضرب تلاتين ما بنفع لازم أمثلها بإشارة ضرب أكتب بينهم إشارة الضرب بالشكل هذا مش مهم اللي بينهم لو كانت أو ما كانت مش مشكلة الآن العملية هادي لو إجيت أنا طبعت الريزلت رح يطبع للناتج تبعها كانتجر ليش لأنه أي عدد عشري في الموضوع تمام رح يتجاهلوا لأنه أنا بتعامل مع انتجرز قاعد تمام لو في عدد عشرية هيتجاهلها طيب جميل الآن هذه العملية اللي أنا عملتها ممكن في أو مش ممكن الآن هذه العملية اللي أنا عملتها في أولويات إلها دائما أولوية الضرب والقسمة والمد يعني لو إجيت قلت له مثلا عشرة على خمسطعش أولوية القسمة والضرب والمد أعلى من أولوية الجمع والطرح بمعنى أنه في العملية هذه إحنا قلنا أنه الجافة بتنفذ من اليسار لليمين هيجي في الحالة هذه ينفذ أول حاجة عملية القسمة بعدها ينفذ عملية الضرب ويطلع نتجها وهنا عملية القسمة ويطلع نتجها يعني أول حاجة ينفذ هذه ويطلع نتجها ويخلي هنا بعدها ينفذ هذه ويطلع نتجها ويخلي هنا مكالم علم بعدها ينفذ هذه ويطلع نتجها ويخلي هنا مكالم علم بعدها ينفذ عملية الجمع وكذلك لو كانت عملية طرح دائما أولوية الضرب والقسمة والمد أعلى من أولوية الجمع والطرح طيب جميل الآن أنت خلال ما أنت بتكتب معادلات رياضية في بعض الأحيان قد يلزمك أنه الناتج يطلع معك دبل فزي ما حكينا جبل هيك أنك أنت لو بدك تتعامل مع أي رقم دبل تيجي بتكتب مثلا بوينت زيرو لا هدل ما كتبت بوينت زيرو فهم أنه هيطلع ناتج دبل فقال لك لا يا عمي الناتج هيطلع دبل رح سميه إيش رح سميه دبل في الحالة هذه لو خليته أنت عشر على خمسة عشر هيفهموا أنه هو انتجر حتى لو أنك معرفوا دبل زي ما شفنا جبل هيك الناتج لو طلع في كسور عشرية هيطيرها وهيتأخذ القيمة العدد الصحيح منها فقط ويخزنه في الرزل ما رح ياخد للقام العشرية بدك ياخد للقام العشرية بتخلي أحد الأطراف دبل طيب جميل الآن على فرض أنه عندي متغير دبل في قيمة مثلا خمسة عشر تمام هذا بدي أسميه مثلا تمام أنت في بعض الأحيان بيلزمك تنفذ عليها عمليات رياضية عمليات الرياضية موجودة في كلاس اسمه ماث يعني عندي في الرياضيات كلاس اسمه ماث الكلاس هذا بيحتوي على أغلب العمليات الرياضية والثوابت الرياضية اللي ممكن تلزمك هاي الباي موجود ومعرف وثابت فيه ممكن أنت تستخدمه كمتغير وينما بدك طيب تمام لو أنت إجاد طبعة الباي إيش رح يطبع لك في الحالة هذه رح يطبع لك لاحظ أن في عندك مجموعة دوال ممكن تستخدمها دوال كتير ممكن أنت تستخدمها مش لازم تعرفها كلها بس لازم تعرف الإشي اللي ممكن تستخدمه في عندي دالة اسمها باور هذه الدالة بستخدمها طبعا كل دالة إلها مدخلات وإلها قيمة مرجعة لاحظ هي المدخلات هنا والقيمة المرجعة هنا زي ما احنا عارفين المدخلات تبعتها بيأخذ دبل ودبل هذه الدالة بكل بساطة بتعطيها الرقم وبتعطيها في الخانة الثانية أو في المدخل الثاني الأس تبعه يعني لو قلت له مثلا عشرة أو اثنين هيطلع لك عشرة أس اثنين اللي هي عشرة تربية اللي هي مية هيطبع لك مية طبعا الناتج بيرجع كدبل طيب جميل الآن لو قلت له عشرة أس ثلاثة هيجيب لك عشرة كعيب وهكذا هذه الدالة الباور بتجيب لك الأس بتقوله الرقم الأول والخانة الثانية بتعطيه الأس اللي انت بدك إياه إلا إله طيب جميل في عند دالة ثالثة الثانية عكسها اسمها سكوير سكوير هدي عبارة عن الجذر التربيعي لو أعطته ستة عش هيطبع للناتج قديش هيطبع للناتج أربعة تمام لو أعطيته مثلا تعطيه أي رقم في الدنيا بيطبع لك الجذر التربيعي إله كدبل ويرجع لك القيمة كدبل طيب تمام هذا بالنسبة للدالة اللي اسمها سكوير اللي هي بتجيب الجذر في عندي دالة اسمها سيل سيل هادي لو أعطيتها آر تخيل أعطيت الدالة هادي المتغير اللي اسمه آر آر قديش قيمته خمسطعش السيل هادي بتجيب لك أقل عدد صحيح أكبر من الرقم هذا يعني بالعربي بتقرب لك الرقم لفوق كيف يعني يعني خمسطعش بوينت خمسة مين اللي بيجي وراه عطول بتقربه لفوق بيصير ستة عش فهتطبع لك الدالة هادي قديش ستة عش تمام عكسها في دالة اسمها ايش الفلور الفلور بتقربه بس لتحت يعني خمسطعش بوينت خمسة بتخليه مقرب لتحت فهيطبع لها قديش خمسطعش ايش ما يكون ورا البوينت اللي الفلور بتقربه لتحت والسيل بتقربه لفوق تمام يعني حتى لو كانت خمسطعش بوينت تسعة هتطبع لك في الفلور خمسطعش لأنها تاخد ايش هتقربه لتحت لو كان العدد خمسة وفوق بدي اقربه للرقم اللي فوق. لو كان اجل من خمسة بدي اقربه للرقم اللي تحت. تمام? في دالة اسمها الراوند. الدالة اللي اسمها الراوند هادي بتاخد الرقم وبتقربه للاشي اللي المفترض يتقرب له. يعني خمسطعش بوينت تسعة بتقرب لستة عش. طب خمسطعش بوينت تلاتة او خمسطعش بوينت اتنين بيتقرب لوين لأقل للي هو خمسطعش. يعني ازا كان الرقم خمسة وفوق بيتقرم لستطعش. ازا كان الرقم اقل من خمسة بتقرب لمن? لخمسطعش. طبعا خمسطعش لانه الرقم خمسطعش كزا. طيب جميل. هادي ده اللي ترون. فيه عند ده لا اسمها صاين والكوزاين والتان اللي هي الجا والجتة والضا. هادي الدوال ممكن تستخدمها لو قلت له صاين الرقم هادا بيطلع لك الصاين تبعه. لو قلت له كوزاين الرقم هادا بتقوله كوزاين بيطلع لك الكوزاين تبعه اللي هو الجتة. تمام? لو قلت له في عندك تان برضو تان الرقم اللي هو الضا بيطلع لك التان تبعه. وهكذا كمية الدوال فضيع موجودة هنا ممكن تستخدمها. في عندك الابسوليوت الابسوليوت بيرجع لك القيمة المطلقة. ايش يعني? يعني لو كان العدد سالب او موجب بيطلع لك القيمة المطلقة إله. يعني تخيل هذا العدد سالب مثلا. هطلالك خمسة عشر بوينت اثنين اللي هو القيمة المطلقة له. ما بياخد الاشارة الموجب والسالب. طبعا آآ كمية الدول زي ماهنا شايفين في عندك المنم والماكسيم يعني لو استخدمت اعطيته رقمين. تمام. لو استخدمت واعطيته مثلا عشرة وخمسين سورين. سورين سورين. لو استخدمت واعطيته مثلا عشرة. واستو وتمانين رح يطلع لك الاقل منهم. هنا جوس ناقص. تمام. هيقول لك عشرة. طيب لو استخدمت نفس الايشي وقلت له ما يكسمهم هيطلع لك الاكبر ما بينهم هيطلع لك مين? التمانين. تمام? ايش فيه كمان دوال تانية? هذه طبعا اه كل الدوال. طبعا بامكانك انك تجربها لوحدك. طبعا هذا اه قيمة الاي هذه القيم ثابتة والاي قيم ثابتة موجودة انت ممكن تستخدمها كمتغيرات في معادلات انت تعملها. هذا بالنسبة لمعظم الدوال اللي موجودة في كلاس اللي اسمه هذا الكلاس عام وبتقدر تستخدمه في كل اشي في الرياضيات. مرة تانية المينمم بيجيب لك اقل رقم بين المدخلات الماكسيمم اكبر رقم من المدخلات. التان اللي هي الكوزاين اللي هي الجتة. الصين اللي هي الجا. الراوند بيقرب لك لاقرب عدد. اذا كان خمسة وفوق بيقربه لاعلى. اذا اقل من خمسة بيقربه لاسفل. دائما بيقرب لاسفل. السيل دائما بيقرب لاعلى. يعني ممكن اقول عن الفلور اللي هي اقل عدد صحيح اقل عدد صحيح اقل من الرقم هذا. السيل اللي هي اقل عدد اه صحيح اكبر من الرقم اللي موجود يعني اللي هو مين في الحالة هذي هيكون عبارة عن ستة عشر لو كانت خمسة عشر بونت اتنين. طيب الفلور هي عبارة عن اكبر عدد صحيح اقل من الرقم اللي موجود عندك. في عندك اللي هي الجذر. في عندك اللي هي الاس. في عندك زي ما حكينا الابسوليوت بيجيب لك القيمة المطلقة للرقم. في عندك الاي ساين والاي تان والاي تان اتنين. في عندك كتير دوال ممكن. في عندك دالة اللوجاريتم. تمام? ممكن برضو تستخدمها. طيب تمام. هذا بالنسبة لكلاس الماث في الرياضية.